هل تحب قراءة القرآن بإتقان كالقراء المتقنين إن أردت ذلك فعليك بدراسة أحكام التجويد وتطبيقها فبالتجويد يحسن أداؤك في تلاوة القرآن قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا وبه يعصم اللسان من اللحن في القرآن أما تعدد القراءات فتثري معاني القرآن إذ تعطي كثير منها معاني جديدة كما يستدل بها على الأحكام قال السيوطي باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام ولهذا بنى الفقهاء نقضى وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءة في لمستم ولامستم وليعلم طالب العلم أن القراءات والتجويد يؤخذان بالتلقي والسماع من شيخ متقن وليس بالدراسة النظرية المجردة فقد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم من معلم فقال له ربه سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ومن أراد دراسة التجويد فليبدأ بمثن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري مع أحد شروحه مثل منحة ذي الجلال للشيخ علي بن محمد الضباع مع التطبيق العملي وتصويب الأخطاء من خلال العرض على شيخ متقن والسماع منه ثم ينتقل إلى منظومة المقدمة الجزرية للإمام بن الجزري مع أحد شروحها كالدقائق المحكمة للشيخ زكريا الأنصاري ثم منظومة السلسبيل الشافي للشيخ عثمان بن مراد مع شرحها للناظم نفسه ومن المهم لطالب التجويد العناية بعلم الوقف والابتداء ومن أجمع التصانيف فيه كتاب منار الهدى للأشموني ولا يبدأ الطالب بدراسة علم القراءات إلا بعد إتقان حفظ القرآن وأحكام التجويد على يد شيخ متقن ثم يبدأ في القراءات بحفظ منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المعروفة بالشاطبية للإمام أبي القاسم الشاطبي مع دراسة بعض شروحها كإبراز المعاني لأبي شامة ثم يحفظ منظومة الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر للإمام ابن الجزري مع دراسة بعض شروحها مثل شرح الزبيدي ثم يحفظ طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري مع دراسة بعض شروحها مثل الهادي لمحمد محيس ومن المهم أن يعتني بكتب توجيه القراءات ككتاب الحجة لأبي علي الفارسي والمحتسب لأبي الفتح بن جني وهكذا يتتابع الأجيال على حفظ القرآن وتلاوته غضا طريا كما أنزل ويصدق بذلك وعد ربنا في حفظ القرآن قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ترجمة نانسي قنقر